اشتركوا في القناة وكذلك هناك مفاجأة أغنية وطنية على بلدنا هم الحقيقة نشوفهم ماشيين على المسيرة دينا اللي احنا سبق منهم لأننا شفونا احنا غنينا خليجي غنينا مصري غنينا جميع الأنواع فهم ماشينا بنفس الطريقة وهذا شيء جميل يعني وكاحترام للجيل دينا يعني ماشي بنفس الطريقة وهذا المنواع هذا هو الصح الفنان لازم يغني جميع اللغات ما سبع نوات كتغنى في جميع اللغات يعني مشي مشكلة يعني تم المطربات المغربيات متمكنة جدا كنشوف ماشي الله هاد الشباب دينا دكي جدا وكل واحد كيحاول يطلع بشكل مميز ويكسب السوق والأغنية المغربية انتشرت في العالم العربي وصاروا كيستعملوا عنا الإقاعة دينا وكيستعملوا الكلمة دينا وهذا بفضل الفناني المغربة تقريبا يعني كلهم ماشي الله وكيستعملوا كبار احتضنوني كبار النجوم والفنانين والأدباء لو تكلمت عن الأدباء هنقولك يوسف إدريس إحسان عبد القدوس لو تكلمت عن الفنانين هنقولك سيدة مديحة يوسري سيدة فتين حمامة الفنان العالمي عمر الشريف لما استقررت في شرق لما عشرت كبار الأدباء فنبهت لهم هاد الأسلوب فقالوا لي ممكن تكتبيه ممكن ت... يعني ما عديش نكون طبعا دكتور طاحسين طبعا ثلاثة إصدارات عندي الآن الحمد لله أهي لحظة سكوت ثم كان من وراها قصة اسمها فطومة كذلك بريشة الفنان المهدي عبدو أحدث إصدار عندي هي تأملات كذلك بريشة الفنان المهدي عبدو الفنان هو أساسا إنسان متقف وإنسان على دراية وإنسان متعلم لماذا التجأت للكتابة؟ لأن هذا موهب من المواهب إنما تفجرت مؤخرا وعطيت الأسبقية للغناء مسحة لما كان غيب أولا بيتي علي حق وأسرتي علي حق فأنا كان نوفق بين بيتي حياتي الأسرية وحياتي العملية والفن صعب مش ممكن كل مرة غريتها تقولي أنا بأمريكا أنا بأسيا أنا بأسراليا غادي نغني ملكة التزمي التزام أسري لازم تعطيه حقه بالكامل